الورقة معك? اعطاك المحمد عمنا بعد ما ماتش خلص بيبعد لك الورقة. اي حد. اصلا اي حد. اصلا دايما ايه? عنده سر الورقة. سر طايت لقف. الورقة السري كان فيها ايه. في ورقة كده عمنا معمالي وانا ما اقول لي ايه? انا بالليل هيبع عندي حلقة معجيمة هيقول لي الورقة دي ايه. طيب قبل بس ما اروح للورقة هجيب لك حاجة لا ما هي ليه علاقة بالورقة? ماشي. الجون بتاع الفيوتشر. هتلي الجون بتاع الفيوتشر? لانه الجون ليه علاقة بالورقة بعد كده. اه اللي هو مودرن سبورت. بتاع مودرن سبورت. مانيش? بحاول. اتعم معنا شوي. انا مش هتعم لوحد. طيب. عبال ما يحضروا الجول. اه. همني في الجول. بداية الكورة كان سببها ايه? بداية الكورة كان سببها مين اللي طلع من مكانه وغلط. فالمكان ده بقى فاضي. فاللعبها كلها بقى بتحلق عشان تغطي على المساحة اللي الكريتة تغلط. فالجول ده. الجول بتاع مودرن سبورت. هو اللي خلى بعد كده مع نزول تاو وريضا. خلي بالك. مين اللي لعبها اللي كان بتلعب في الملعب كاجنحة? ريدا? اه اه. حسين الشحات وطاهر. الاتنين لعبها بتجيد الادوار الدفاعية وبترتد. فتخيل ان الاتنين اللي بيقدر الادوار الدفاعية بشكل جيد. خرجوا. خرجوا. بص هنا. بص هنا. بص بص. ووقف. ووقف هنا. بص. هنا ده مين? بغض النظر الكورة بخلفه ولا لا? مش قضياتي يعني. خالد. عبدالفتاح. خالد واصل في معدي ونص الملعب. فالضرب في مكانه فاضي. كمل بقى. كمل. كمل على طول. كمل. بص هنا خالد. الارتداب بتاع خالد هيرجع يحلق. لان هو طلع من مكانه غلط. كمل. كمل. كمل ومشي اللعب على عدلته. كمل. بص. بص. الراجل راجع بيحلق. راجع بيحلق. كل ده كلهم راجعين بيحلقوا ليه? لان الخلخلة اللي حصلت بسبب ان اللعيب واحد طلع من مكانه. طيب. خلاص جبنا الجن. روح لي بقى للعبة. روح لي بقى. روح لي بقى للعبة بتاعة الورقة بتاعة محمد عبد المنام على طول. بص. ده برسي تو. نازل. ادى الورقة لمحمد عبد المنام. هيقول كلام. الكلام حتى ناس حاول التركز هو بيقول ايه? بيكلم مين? تعال اقول لك هو كان بيقول ايه? وبيكلم مين? بص. ماشي بقى. ماشي. ماشي. بس. هاتلي بقى اللقطة اللي بعدها على طول وقول لك كان بيقول ايه? يا الله. بس وقف هنا. ده اللي كان بيقوله محمد عبد المنام. ايه بقى. كان بيكلم خلد عبد الفتاح بيقول له ما تزيدش تاني. اوقف تالت. هنلعب تلاتة ورا واحنا معانا الكورة. مين في الظاهرين ادور الهجومية اكتر? خلد عبد الفتاح ولا كريم فؤاد? كريم فؤاد. كريم فؤاد. فكريم هسيبه يزيد. عندي جنحين ما بيدفعوش كويس. عندي بيرسي تو وعندي ردة سليم. فانا عايز وانا رايح اجيب جون وحاول. انا عايز ابقى ظاهري محمي. عايز تلاتة لعيبة في الخط الخلفي دايما. علشان ما يبقاش عندي يلعيب زيادة. لان انا عندي تلاتة مزعجين جدا في فيوتر. عندي عبد الكبير الوادي. واحمد عاطف. وبيرسي تو. انا حاس انا محلي الجامد اوي. انا انا انا. انا حاس انا محلي الجامد اصلا كنت في الاول وقلت ليه خالد عفتاح مش محمد هاني? قلتها في الاول في الانترو النهاردة. هو ده. هو ده. هو ده. خالد ينفع يخش سنتر باك. خالد ينفع يلعب تالت خالد تالت ناحية يمين. ينفع يلعب فاربعة يلعب بقلب تفع. اه. وحكينا في الماتش اللي فاته وكان بيلعب في خمسة بيلعب قلب تفع عشان يمسك فخر الركاي. نفس القصة. تلاتة في الخط الخلفي علشان خاطر يعمل عملية الزيادة. زاد الموضوع وفض الراجل ثابت تلاتة لانه اتجاه الكرة دايما كريم فؤاد بيعمل الزيادة. وريده وتاو ما بيرجعوش. تاوي لسه راجع من اصابة. وريده سليم كده كده عنده مشكلة. وهو خايف. دايما مشكلته مع ريده سليم. وخوفه مع ريده سليم هو اللي تداد الدفاع. ماشي. هل ده موقف حصل بعد الورقة على طول? لأ تعالي هاتل اللي بعديها كمان. هاتل اللقطة اللي بعديها. ماشي. 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 ماشي لحد الكرة ما تتقطع. ونجيب الوقفة الثلاثية التلاتة في هنا. تلاقي كريم فؤاد مش في الكادر خالص. كمل 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 كمان. ماشي. 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 ماشيها. ماشي على عدلتها. ده اخيرة. بيقول لك اخيرة. لأ يبقى هي كرة. يبقى هي كرة. كرة مشيت بعد ما كريم طيلا. ماشي. ماشي. الكادر هنا. الكادر هنا. عندنا محمد عبد المنعم الزهر في الكادر. جنبه آآ رامي. جنبه خالد. وكريم هو اللي دايما اول ما الاهلي بياخد القرة. يطلع دايما ناحية الشمال. عشان التلاتة اعملوا ستريتشنج. محمد عبد المنعم هو اللي بيغطي ناحية الشمال. رامي في النص وخالد ناحية تانية. طب قطل اللقطة اللي بعديها. اللقطة اللي بعديها على طول. ده اخير يا جيمي مش عاوزيني يلاعبو لك الحالات. اه. وقفت على كده. ماشي. 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 فالورقة كانت انه الاهلي يتحمي دفعيا. وانه يقف تلاتة في الخط الخلفي. لانه هو دايما عنده تخوف من الارتداد الدفاعي. ودي اكبر نقطة ضعفة عند الاهلي في المباريات الاخيرة كلها. الارتداد من الهجوم للدفاع بعد ما الاهلي يفخد الكرة. فكان عايز دايما يبقى عنده لعيب زيادة. وثلاثة على ثلاثة مع ارجوع اكرم توفيق. يبقى دايما الاهلي عنده اربعة على ثلاثة. وده اللي حصل الشوت التاني. ولا هجم خطرة للمودرن سبورت. لانه قفل الكلام ده من ديقة ستين حتى قبل ما يسجل. وبالمناسبة. بعدها على طول. وده كان من حسن حظ مارسل كولر. انه بعد اللقطة دي بدقيقة. الاهلي سجل هدف. فاللقطة اللي كان هيبلغهم بيها بقى. انه خلاص بقى احنا بقيلها متقدمين. عشان المرتدات. انا خلاص حميت الفرقة بان خالد واقف سابت. تالت جنبرامي ربيع محمد ربنا.